أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع إيطاليا في مختلف المجالات وخلال لقائه سفير إيطاليا لدى مصر ميكيلي كوروني أعرب مدبولي عن سعادته بما تشهده العلاقات بين البلدين في الشهور الأخيرة من زخم وتطورات إيجابية من جانبه أكد سفير الإيطالي أن إحدى كبرى الشركات الإيطالية العاملة في المجال الزراعي لديها خطة الاستثمار في مصر حيث تتضمن المرحلة الأولى من خطتها الاستثمارية زراعة نحو عشرة ألاف فدان من المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاجها مصر بما يسهم في سد فجوة الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي هذا أعرب مدبولي خلال اللقاء عن ترحيب الحكومة بالاستثمارات الإيطالية في مجال الزراعة مؤكدا أنها تأتي في توقيت مهم للغاية في ضوء استراتيجية رئيس السيسي بزيادة مساحة الرقعة الزراعية لتلبية متطالبات تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري ترجمة نانسي قنقر